السلام عليكم ومرحبا بمتابعي قناتي كان يا مكان وليس في قديم الزمان بيت الطمر اللذيذ بدون غليطة المقادير رح نسحق 3 حبات من البيض و 2 ملعقة خبار من السكر نايل السكر تقدر تنقصه ونسحق كذلك 2 ملعقة خبار من الزيت ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات 2 ملعقة خبار من السكر وقطعة من الطمر حوالي كاس من فارينا ندوغ الخاصة بالحلويات وكاس قهوة طريقة تحضير نفرق 3 حبات بيت ونضيفه 2 ملعقة خبار من السكر هنا السكر تقدر تنقصه غير ملعقة ونضيف 2 ملعقة خبار من الزيت هذه الوصفة رائعة ولذيذة بعد ما اضفت الزيت والسكر نخلط البيض جيدا بالباتر أو يضرب الكهربائي ونخلي الخليط جانبا نفرق كاس قهوة في كسرنا ونضيف قطعة من الطمر يعني كمية من الطمر نذوب الطمر في القهوة نحرك جيدا الطمر مع القهوة حتى نذوب ونحصل على خليط من قهوة والطمر هنا بعد ما كملت من ضرب البيض نضيف ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات إلى الفارينا ونفرق خليط الطمر هنا خليط الطمر لازم يكون بارد بهكين فرغوا على البيض سننتخسر الوصفة نضرب خليط الطمر مع خليط البيض بضرب الكهربائي جيدا ثم نضيف الفارينا فارينا تنيدا حوالي كاس فارينا ونحرك جميع المكونات ونزيد نضرب الخليط بواسطة الضرب الكهربائي بعد ما كملت من الخلط نحكم المول المدهون بالمارغارين هنا عندي مول على شكل بيت هنا راح تفرحوا الأطفال بوصفة قليلة المقادير يعني مقادير بسيطة مكونات بسيطة بعد ما فرغت الخليط في المول نديرو يطيب في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة بعد ما طاب بيت الطمر زينت بواسطة الطمر ومرباء البرتقال ومرباء الشمندر والتفاح وقليل من المكسارات هنا بعد ما كملت من التزيين شوفوا النتيجة كيفاه صدقوني هذا الوصفة رائعة وسهلة والمكونات بسيطة يعني مستخدمت هنا مكونات غالية ولا مكونات بسيطة نتمنى تعجبكم الوصفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر